الفنانة إيمان واسمها الحقيقي إليزابيستوروس سيركسيان هي ممثلة لبنانية أرمينية الأصل ولقبت باسم ليز سيركسيان واللي تغير بعد ذلك إلى إيمان الاسم اللي أطلقوا عليها المصريين اللي أحبوا ظهورها وطلتها ولدت إيمان في 1 يناير عام 1945 في بيروت في لبنان وتخرجت من كلية الصيدلة بالجامعة الأمريكية في بيروت ثم درست تمثيل مصرحي في نفس الجامعة وهي تهتم كثيرا بنفسها وعلى الرغم من وصولها لسن 79 عام إلا أنها ما زالت بتحتفظ بجمالها وعدم تغير ملامحها بتاتا وذلك مع اعتمدها على حقا البوتيكس بدرجة طبيعية وغير مبالغ فيها كما ظهرت عليه في إطلالتها الأخيرة مع الفنانة المصرية إسعد يونس في برنامج صاحبة السعادة كما أنها حافظت على نعومة بشرتها ورقت ونحافت جسمها إلى حد كبير تويد إيمان عدة لغات وهي الإنجليزية والألمانية والأسبانية وفي عام 1960 تزواجت من الدبلوماس اللبناني ماكس تشيلو وهو قنصل شرف الإكوادور في مدينة ميونيخ وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم هيلة وماكس وليلة كما أنها حصلت على الجنسية المصرية في حكم الرئيس الراحل المصري محمد أنوار السادات وكانت أول مشاركة لها في الانتخابات المصرية كانت عام 2012 وقالت أنها قبل كده من وجهة نظرها الانتخابات لم تكن نازيها على الرغم من حياتها بين مصر و لبنان إلا أنها فكرت في الهجرة إلى أمريكا و لأنه هناك بيستقر و بيدرس ابنها و ترى أن زواجات الجنسية اللبنانية بتتم محربتهم في مصر وكان ذلك في تصريح منها بعد هجوم الممثلة أصال الحكيم على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد فيلم حلاوة روح كما أنها قالت أنها تعرضت في بدايتها لحرب من فنانات رفضوا عملها فوجدت محربة قاسية ورشحت إلى أدوار أخذتها بعض الممثلات المصريات اللواتي قل لنا من أجورهم لحصولهم على الدور اللي رشحت لي بدأ حب إيمان للفن في عمر الخامسة كما أنها اشتركت في الجماعية الأرمينية في بيروت في حفر قامت بالغناء فيه ومثلت باللغة الأرمينية ومثلت أيضا بالفرنسية وذلك قبل أن تمثل باللهجة اللبنانية والمصرية وعلى الرغم من حبها للتمثيل منذ الطفولة لكنها لم تدرس التمثيل المصرحي إلا بعد تخرجها من كلية الصيدلة بدايت مشوارها الفعلي من خلال المصرح وقام باكتشافها الفنان شكيب خوري ومثلت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في مصر في مصر ولبنان كما أنها مثلت في السينما اللبنانية بإسمها الحقيقي وقامت باختيار اسم فني لها وهو إيمان بعد وصلها إلى مصر واشتركت في العديد من الأعمال المصرحية العالمية لشيكسبير وموليير والتي تم عرضها على مدرجات بعلبك وكان أول أعمالها السينمائية في لبنان فيلم الأخرص من إخراج مونير معصري وبطولة فيليب عفيفي بعد ذلك اشتركت في فيلم الصعود إلى الهوية مع مديحة كامل وجميل راتب ومحمود ياسين من إخراج كمال الشيخ وكان هذا الفيلم هو سبب شهرتها كما أن المخرج كامل الشيخ هو الذي رشحها لتأديد دور مدام مرسيل فرنسية وأيضا من أفلامها فيلم الشريدة مع نجلاء فتحي من إخراج أشرف فهمي ولأول مرة شاركت بها في بطولة سينمائية مطلقة كانت في فيلم عندما تغيب الزوجات مع دوريد لحام ولم تأخذ دور البطولة إلا في هذا الفيلم وفي المصرح قدمت مصرحيات منها مصرحية بيعين الهواء ومصرحية محدش يقدر عليهم وفي الدراما التلفزيونية شاركت في الكثير من المسلسلات مثل مسلسل السعلب مع نور الشريف والهروب من المأزق مع يحيى الفخراني وقاتل بلا أجر والعم نور حصرت إيمان دائما في تكسيد شخصية المرأة الجميلة كما أنها في بدايتها الفنية اعتمد عليها المخرجين في أداء أدوار الإغراء واللي قدمتها بطريقتها وكان آخر عمل درامي لها في عام 2015 في مسلسل عيون الألب صرحت إيمان في لقاء صحفي عن بعض المواقف اللي تعرضت لها في حياتها وتحدثت أيضا عن اختفاءها عن الوسط الفني على الرغم من أنها أحبت يوما أن تكون من نجمات السينما وتحدثت التقاليد اللي كانت سائدة في أوائل الخمسينات واقتحمت هذا الوسط لأنها تحبه ولكن عندما سئلت عن سبب اختفاءها عن الوسط اتضح أنها بعد أن تزوجت رجل العمال الألماني ماكس تشيلو في عام 1962 قررت أن تتنازل عن أحلام السينما والشهرة والأضواء وقامت بنقل إقامتها إلى ميونيخ في ألمانيا ثم قررت بعد ذلك الإقامة في العاصمة النمساوية فيينا وذلك بعد أن كان أولادها الثلاثة أقاموا في ألمانيا وكبروا وصار لكل منهم حياته الخاصة كما كان لكل واحد منهم اسمين اسم عربي واسم ألماني فابنتها الكبرى ليلة أسمتها على اسم أمها وعلى اسمها الحقيقي أما اسمها الألماني فهو كاسرين وبالنسبة لابناء الأوسط فاسمه العربي هلال وسمته على اسم والدها واسمه الألماني توماس على اسم والد زوجها أما ابناء الأصغر فاسمه ماكس وسمته على اسم زوجها ولم يكن له اسم عربي اسما ألمانيا فقط من الأعمال السينمائية اللي شاركت فيها إيمان فيلم بنت الحارس في عام 67 والحب الكبير في 68 زي قبل تأكل اللحم في 73 فاتنة الصحراء 74 الجائزة الكبرى 74 وعندما تغيب الزوجات في 75 مع حبي وأشوائي في 77 والحب قبل الخبزة أحيانا في 77 وفيلم امرأة في دمي في 78 وفيلم أصعود إلى الهوية في 78 قاتل ما أقتلش حد في 79 وشعبان تحت الصفر سنة 80 وفيلم الشريدة سنة 80 نساء في خطر 81 أمهات في المنفى في 81 والليل الأخير في 82 وفيلم ولا منشاف ولا مندري في 83 فيلم الجواز للجدعام في 83 فيلم الكيوميا بيه في 84 وفيلم غضب الحليم في 84 حكاية في كلمتين في 85 أولاد الأصول في 85 مملكة الفقراء في 86 على هامش المدينة 86 عودة الماضي في 87 طبول في الليل في 87 عدل ينتقم في 88 ليس لعصابتنا فرع آخر في 89 وفيلم المولد في 89 فيلم الشقيقتان في 90 وفيلم القاتلة في 91 والحلم القاتل في 91 هارب من التجنيد في 92 وفيلم كريستال في 92 وموزق البريد في 94 ورجل مهم جدا في 96 وتائه في أمريكا في سنة 2002 فيلم أولاد العامة في 2009 وفي الدراما من المسلسلات شاركت إيمان في مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين في 81 ومسلسل الضياع في 82 مسلسل السعلب في 93 وأنا اللي الساهل في 95 والخروج من المأزق في 95 هوانيم جاردين سيتي الجزء الأول في 97 ومسلسل الزيزانيا الجزء الأول في 97 وهوانيم جاردين سيتي الجزء الثاني في 98 مذكرات درة في 99 لن تسرق عمري في 99 رجل طموح في سنة 2000 ومسلسل الأقدار سنة 2000 ومارينا مارينا في 2002 وشعع من الأمل في 2002 ومسلسل شمس يوم جديد في 2003 مسلسل عم نور في 2003 الحب والعنف في 2004 لسر وحسابات أخرى في 2005 مواطن بدرجة وزير في 2006 لا أحد ينام في الإسكندرية في 2006 ومسلسل بنات في الثلاثين في 2008 مسلسل عائد 2008 وفستان فرح 2009 دموع في نار الحب 2009 لحظات حارجة جزء الثاني 2010 ومسلسل أهل الهوى في 2013 مسلسل خطيئة في 2014 وعيون القلب في 2015 ونصيف الغرباء في 2020 كذلك في المسرحيات شاركت الفنانة إيمان في مصرحيت هلا حبيبتي سنة 85 ومصرحيت فيما يبدو سرق عبدو في 1995 وكيمو الفستان الأزرق في 1999 وأخيرا نتمنى الفنانة إيمان دوام الصحة والعافية